سوف نتعرف على طريقة كيفية تحلل مشكلة جوجل بلاي تدير تبحيط نقوم بالضغط على ضبط الاعدادات سوف نقوم بالضغط على تطبيقات سوف نقوم بالنزول الى الاسفل والضغط على متجر جوجل بلاي سوف نقوم بالضغط على ايقاف الاجباري سوف نضغط على الموافقة ثم سوف نقوم بالنزول الى الاسفل والضغط على مكان التخزين سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم سوف نقوم بالإيقاف وإعادة تشغيل واي فاي خاص بكم وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على الزل لايك والاشتراك في القناة ونعاكم في فيديو القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة